السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا في قناة امين الزهل لتعليم دروس الفوتوشوب والمونتاج وغيرها من المعلومات التقنية دلت لكم هذا الفيديو الناس اللي ما تعرفنيش والناس اللي مازال ما اشتركتش في قناتي لتدعيم قناتي اكثر بالمشاهدات و بالاشتراكات الناس اللي ما تعرفنيش انا مصمم يعني فوتوشوب اقوم بدروس متعليمية في الفوتوشوب من الجزائر اقوم بتعليم هذه الدروس الفوتوشوب القبرة اللي عندي الخبرة كثيرين fallen as twct ملم المد الميد من الناس اللي ممكن ما عنداش فكرة او ما تعرفش الناس وخاصة المبتدئين في الفوتوشوب يعني انا اركز بثاب على المبتدئين لان الدروس الاحترافية مجيش. дополн بسهل دروس باش تتمكن تقوم باعمال احترافية في الفوتوشوب في الفوتوشوبarbس ليست سهلة يτάذعنا عن مراحل افريق تعلم مبادئ الاساسية في الفوتوشوب او تعلم التقنية اولا وكما نقول احنا انسان فيها الروضاج يعني لازم تروضي تفكير على الفوتوشوب تخش الفوتوشوب يعني لو كانت تعرف له بصحة تنقص لك الابداع وتنقص الافكار ما تقدرش تخدم بالفوتوشوب اما الناس اللي يحبوا يديروا يخدموا بيها مثل الاعلانات او يخدموا بيها فلاير مجلات او مطوية هذا الامر باذن الله نخدمهم بالفوتوشوب حتى التقنية تحهم قناتي متميزة في هذه الامر وخاصة الفوتوشوب وايضا المونتاج وخاصة المونتاج دروس المونتاج يعني البرامج اللي يستعملوهم وشاهم يستعملون الناس في اليوتيوب او غيرها من المونتاج وخاصة الناس اللي تخدم اليوتيبر يعني وشاهم يخدموا بها وش من برامج يخدموا وش من اجهزة نعطيكم كل هذه المعلومات في قناتي نعطيكم طريقة عمل الصور احترافية او تغير الخرفيات او تغير الوان وغيرها من الفلترات الموجودة في فوتوشوب وخاصة انا استعمل الآن فوتوشوب سي سي 2017 مفيش اختلاف بين فوتوشوب سي سي 2015 او 2014 اختلاف طفيف فقط في عملية القصص وغيرها من البحث احطيكم كل ما هو جديد في الفوتوشوب وخاصة دروس الناس اللي تبغي تتعلم فوتوشوب من البداية كل هذه الدروس انا عندي دورة في الفوتوشوب يعني دورة بسيطة فيها تقريب 26 فيديو من البداية هتكون من البداية الى يعني هنخليها اوفير محلولة لان الفوتوشوب مفيش نهاية في الدروس اذا نحاول كل خطر ندير الدرس صغير وعندي ايضا تروحوا البلايليست او قوائم التشغيل هتلقوا اني فوتوشوب دورة فوتوشوب وتلقوا فوتوشوب توتريال فوتوشوب توتريال هم فيديوهات نديرهم شوية احترافية ممكن هنبدله شوية نوع ومش دائما المبتدئين هنخلطوا بين المبتدئين والمحترفين هكذا باش تكون عندك رغبة وشوية للفوتوشوب وشي يقدر يدير وين يقدر يوصل هنعطيكم انت كنت تتعلم ممطن الفيديوهات هتتفرج الفيديوهات تاقي الموجودة في قوائم التشغيل هتشوف فيديوهات اللي بتوديئين يعني طريقة اعمل الفوتوشوب وساعة ساعة اني شوف طريقة الفوتوشوب اعمله يعني ساعة ساعة احكم درس شوفوا خطره الثلاثة نقل عليه وحاول تتغير تغير الفكرة يعني هز نفس السيستامي نفس الطريقة اما تصاور او الفوتوات حاول تتغير فيها هكذا باش تحس روحك بلي بتتخش في عالم الفوتوشوب وكل شي يجي بشوية افكار يجي بعد ما تتعلم الفوتوشوب بعد ما ترقض 24 ساعة تنوض حتلقى عقل فيها افكار كثيرة ما جيش في اللحظة دي مجي حتى حاجة اذا هنعطيكم ناصح كثيرة كثيرة باذن الله وحنا ندخل عادي في مجالات تقنية افكار مثلا مشاكل فيسبوك مشاكل الهواتف خاصة في الايفون هنخش في اسرار كثيرة موجودة في الانترنت اي معلومة الناس بزاف تطلبها وتحتاجها في الانترنت او احتكروها الناس لان انا فرق بين الناس انه الناس اصبح تحتكرا المعلومة خاصة في بلادنا القاوري من هاي يعني القاوري من هاي يعني يعطيك معلومة يعطيها ويبارتاجيها اما الجزائر يجي عندهم المعلومة يحتكرها هذه حاجة مش مليحة يعني العرب المسلمين هنحاولوا كيفان نوصلوا افكارنا نوصلوا الدروس نعملوها نحاولوا نتقنوه فيها نحاولوا نوصلوها بابسط ما يمكن هكذا لأي شخص يشوف قناتي سيشوف يعني دروس مبسطة بإذن الله مفيهاش تعقيدات او امور مخفية سيكون كل شيء واضح ركز فقط اذا هذي هي قناتي باختصار قناتي قناتي مختصة في الفوتوشوف والمونتاج والامور التقنية واصرار الانترنت وغيرها من المعلومات اللي تستفاد منها انا وانتا وغيرها وهكذا نتبادل المعلومات ومطنوه حاجة المليحة في اليوتيوب اني كحلة قناة اني اني شغلت روحي مع المشاكل اللي كانين وامور لابلكم الوقت ضيئ شغلت روحي بشوية دروس كما الفوتوشوب نقوم بإبداعاتك نقوم بإبداعاتك نقوم بإبداعاتك في اليوتيوب ممكن تتعلم الفوتوشوب وتتعلم المونتاج تحلق قناة بإذن الله تريد المونتاج تريد الصور المصغرة تريد كاميراك تطلقها في الانترنت وإذن الله في مدة قصيرة اذا تنجح لديك هواية ناس يحبوها حتى تبعوك ناس ويكثروا هذا الناس صبرا صبرا يكثروا هذا الناس وتقول لي انت انسان مشهور وتقول لي عندك ناس جمهور وتقول لي ممكن ممكن تكون عندك مستقبة وفي اليوتيوب تقدير فيها الحاجة التي تريدها بخطائك بمشاكلك بلا تحشم من اي شخص بلا تروح فلان معرفة ستكون هذا الشيء ستتتقن منه وخاصة ان نشوف الناس بزا راهم يديروها المسرح المسرح صعيب شوية المسرح كما راكم تشوفه صعيب باش تدخل باش تخدم لنه الوقت ضيق ومع القراية ومع المشاكل ومع الخدمة اذا حال ترقى اليوتيوب عليك فقط تخسر كاميرا تحطوه في مكان او جهاز لابتوب وتحطوه في مكان وتتمثل شيء لك حب تديرو وديل الهوايتك ثم تحطوه في المونتاج بعدما تتعلم طرق المونتاج وتحط صورة مصغرة تتعلم حاجة كيفية بالفوتوشوب وتتلك هذا الفيديو ممكن فيه خمسة دقائق او عشر دقائق تبارتجها حول العالم وتقول انسان حققت امني من امنياتك تقول لي مثلا ممثل او غير ذلك اذا اعطيتكم المكسيموم فكرة عامة القناة وش راح يدو اتمنى انكم فهمتوني شو من اللغة وخاصة الدول المجاربة مثل مصر والعراق لاني في قناتي تقريب يتبعوني الدول العربية الخمسة الاولى هي الجزائر المغرب مصر العراق الامارات امريكا بريطانيا كندا تقريب ان هذه الدول اللي يتبع فيها بزا نتمنى اني لغتي توصلكم بسهولة اذا كان عندكم في اخطاء عندي او مشاكل او قناتي فيها امور معجبتكم ما عليكم فقط تضغطوا على القائمة تشتركوا اولا في قناتي تضغط على الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وتفاعلوا خاصة الجرس تجدوا الاشتراك بس كثيرا فصالوا البروبلام انه مدام تخشينا في الموضوع تضغط على فيديو قناة تشترك فيها الفيديوهات ما تجيكش القناة هذه غباء من اليوتيوب تقريب الاشتراكات ايجابة خاصة الفيديوهات نطلقه في اليوم ال Chain of 5 ينتج او او اشترك كانت قناة امين الزهر لا تتبحث لها الفيديو ينتج او اذا لا تنسوا هذه الخاصية باختصار أن هذا هو كل شيء لأنه ليس لديكور أنا ليس لديكور لديك أماكن نصور فيها نحاول كل خطر نفكر بلاسها كل خاطرين نكون في بلاسها لأن الفوتوشوب لا يحتاج لديكور أو خلفية أو غير ذلك ولكن لا نتكلم في أمور نتكلم بثاف نتكلم قليلا يبقى تكون خدمة براتيك عمل في الفوتوشوب لذلك لديه أسئلة لحب أسئلة لحب طريقة أعمال مؤينة لحب وجهة نظر نتمنى أنكم تدعموني نتمنى أنكم تعاونوني نتمنى أنكم تشتركوا في قناتي وتضغطوا على اللايك تحاولوا وطلعوا لي في الاشتراكات وفي الفي هكذا باش تعمل الفائدة في الدروس لأن القنوات المتميزة بإذن الله حالوا الدعمها لا تحولوا لدعم القنوات القنوات كما نشوف في الجزائر كارثة كارثة هصارية لها اليوتيوب يقفلوا في القنوات يعني إنسان يدلك فيديو لا علاقة بالعنوان لا علاقة بالفكرة خش تلقى حاجة أخرى يعني اليوتيوب في الجزائر هالكوه هالكوه الجزائريين بالبزعف يعني كارثة نتبع فيهم تقريب الدولة الوحيدة لها يتطلق فيديوهات خاطئة إبلاغ يعني تطلق فيديو خاطئ عنوان والله العظيم الدولة الوحيدة كامل يخدموا يعني تخسر وقتك لما فهمتنا الدول كامل يخسروا وقتهم وجاهدهم مش يخرجوا لهوايتهم مثلا أنا مغني أنا فنان أنا رسام نتطلق فيديوهات في اليوتيوب أما الجزائري ما هو فنان ما هو مغني ما هو أي شيء يطلق فيديو عنوان تقريبه جدار أسود تخش لقى جدار أحمر يعني صحة صحة في وجهك يعني وتخش وقت يقول لك ما نفهمتش تخدم وقتك في أمور على الأخير لا نسي مواء تغلق قناتك والآتسنس يغلق لك تقول لي ما تخلصش من اليوتيوب وتقول لي اسمك غالي متداوى في الانترنت تقول لي صارك مشاكل على هذا الكل أخدم حاجة لأخيران جزائرين لم نكذبوش نحاول كيف نخدم القناة أخويا مكذوب هذي حتأثر فينا بالبزة فتأثر فينا في الجوجل لذلك ننصح جميع الجزائيين أنه يخدموا القناة يخدموها بثيقة تحاول تكون إنسان ثيقة عندك حاجة مدها بثيقة تحاول تغلط الناس وتكذب الناس إذن هذي فقط هذه الأمور كلها سنتكلموا عليها إن شاء الله في فيديوهات ممكن ممكن إحتمال كبير نحلق قناة أحدها احتياطية ممكن تكلم فيها على هذه الأمور حكذا باش ننبهوا الناس ومدوا نصيح للناس انتمنى فقط أن ما طولت عليكم انتمنى أن كلامي كان واضح لا تنسوا الضغط في الاشتراك في قناتي والضغط على اللايك وضغط لمن عنده أسئلة يسمى لي عنده أسئلة فقط يكتبها أسفل الفيديو ويعطينا اقتراحاته ورأيه وشكر الناس للناس الذين نحبهم بزاف وهم يعاونوني بل بزاف وشكر الناس الذين يتبعوا فيها في الخفاء وأحبابي الناس الذين توحشناهم بل بزاف انتمنى تكونوا بخير وانتمنى تكونوا الناس الذين يرون معي يتابعوني شاك جو انتمنى يسمحوا لي بس كمانيش أردوهم على أسئلة تحن في الفيسبوك لأن طريقة عاملتي صعيبة بس كأني أخدمة أخرى أنا مانديش وقت بزاف لنحاول دروس ونطلق في الانترنت سوف نشوف لي كومنتي إذن سوف نشوف لي كومنتي وإذا كانت حاجة نقدرها فيديو سنعملها لكم فيديو وسنعني أسئلة في أي شيء آخر في الاتسنس في الجوجل في أي معلومة في الانترنت بربي إن شاء الله سنعطيكم معلومة عليها وخاصة أن نطلع ونحيي بزاف الناس اللي رغم يتعبوا بل بزاف بشيخ مواني بروجي ويتعبوا بسقرة وتعبوا في بلادنا ونحاولوا ندعمهم نحاولوا بإذن الله ندعموا بعضنا جزيريين ونرفع بعضنا لدول أخرى ما هم شي ما هم شي يطلعوا وحدهم أو يدعموا فيهم الناس يعني دولتهم إذن نحاولوا كلنا جزيريين لا نكونوا حساد من غيره نحاولوا نطلعوا الناس للبلاد أولى إذن أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة